بصوا بقى جبتلكم سر طعم من الشيف نفسه بسدر فرخة واحد بس هتعمليها على طريقة المطعم وتتحدي بها بقى الاسعار الغالية اللي احنا عمالين نشتريها بيها يلا بينا نشوف عمالناها ازاي بس يا ريت ما تبخلوش علينا باللاي في الاول كده طبعا بنجيب بقى حلة ونحط فيها كوباية ونص من الميا وهنضيف عليهم معلقة كبيرة ونص هرامية من النشا وهنقلب بقى كل المكونات معا بعدها كويس قبل ما نرفع الحلة على النار بعد كده بقى بناخد الحلة دي ونرفعها على النار والنار لازم تكون وسط وهنفضل بقى نقلب باستمرار لحد ما خليط النشا يتقل معايا بالشكل ده هنجيب بقى بولة واسعة كده ونحط فيها خليط النشا وهنركنهم على جنب الحلة بس ايه اما يبرد معايا شوية طبعا معايا بقى سدر فرخة طبعا مخصول كويس وكنت مصفية وكنت كمان نقعاه بعد كده بقى هناخد سدر فرخة ده ونقطعه الجزئين وكل جزئ كده بناخده ونقطعه لثلاث قطع او ثلاث شرايح بالشكل ده وكل قطع بعد كده مناخدها ونقطعها لشرايح رفيعة بالحجم اللي انتوا شايفينه لازم تكون الحجم صغير جدا او رفيع جدا علشان بس ندمر ان هو يستوه معايا بسرعة وما ياخدش معايا اي وقت هناخد ده الفراخ دي وهنبدأ بقى نحطه في بولة واسعة او في اي صنية واسعة موجودة عندكم وهنتبل بقى الفراخ بنص معلقة صغيرة طم بدرة نص معلقة صغيرة بصل بدرة وكمان شوية ملحة على رشة كده من الفلفل الاسود معلقة صغيرة من بهرات الفراخ معلقة صغيرة من البابريكا وهنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس بحيث ان الفراخ تتبل كويس من البهرات هنغطيها بقى ببلاستيك ريب وهناخد الفراخ نحطها في التلاجة حوالي ساعتين ولو مستعجلة عليها ممكن تستخدمها بعد نص ساعة انا استخدمتها بعد نص ساعة لطول جبت بعد كده كمية الخضر اللي أنا هستخدمها فجبتي كده قطعة من الفلفل الأصفر وقطعة من الفلفل الأحمر وكمان فلفل أغدر وكمان طمطموية هناخد بقى الفلفل للألوان وهنقطعه القطع الزغيرة أما الطمطموية عشر منها البزر وهقطعها برضو القطع الزغيرة ويريد بقى في الوقت ده لو تنزلوا تحت في الكومنتات وتكتبوا لي بتتابعوني من أنهي بلد أنتوا عارفين أنا بحب أشوف كومنتاتكم جداً وبفرح بيها وفعلاً بحاول على قد ما قدر أرد على أكبر جزء فيها بعد حوالي نفس ساعة كنت طلعت بقى الفراخ من التلاجة وجبت كمان طاصة على نار عالية حطيت فيها مكعب من الزبدة عليهم معلاتين كبار من الزيت وهنزل بقى بالفراخ جداً علشان أديها تشويحة حلوة بص بقى النور لازم تكون عالية جداً علشان الفراخ ما تنشفش معانا وتنزل المياه اللي موجودة فيها أول لما الفراخ تبدأ تاخد لون من تحت على طول بنقلبها على الناحية الثانية ونفضل بقى بنقلب باستمرار لحد ما الفراخ تتشوح معايا وتجيلي باللون الدهب الجميل اللي انتوا شايفينه وفي المرحلة دي بقى هنهد النار وهنضيف دلوقتي الفلفل للألوان وهنندي بقى للفلفل للألوان كده تقليباً مع الفراخ وهنغطي بقى عليهم ونسيب كده الفلفل مع الفراخ حوالي 3 دقايق بعد حوالي 3 دقايق آخر حاجة بقى منضفها هي الطماطم وهنديهم برضو تقليبة مع بعضهم وهنغطي برضو على الفراخ مرة تانية بس المرة دي هنسيبهم مع بعض دقيقة واحدة بعد حوالي دقيقة كده خلاص الفراخ بقت جهزة معايا ما شاء الله جميلة جداً وعايز أقول لكم راحتها روعة هاخدها بقى كده بعد ما خلاص هديها بس آخر تقليبة وهاركنها بقى على جنب الحد ما جهز الخطوة التانية كان بعد شوية كان خلاص الخليط بتاعي نشا تقل معايا بالشكل ده هديله تقليبة كده علشان بس أشيل أي تكتلات موجودة فيه وهضيف عليه دلوقتي معلقة صغيرة من الطم البدرة وهضيف عليه كده نص معلقة صغيرة مش مليانة من الملح وكمان معلقة كبيرة من الخل طبعاً ما تقطرش الملح أكتر من كده ولا أقلل طيب أفضل قلب طم كويس مع بعض وهاخد بقى خليط النشا ده أحطه في الخلاط وهاخد بقى المكونات دي كلها واضربها في الخلاط كويس جداً طبعاً لو لاحظتوا هتلاقوا إن الخليط ما شاء الله بيتضرب معانا بسهولة هنجب بعد كده بقى تلت كوباية من الزيت وهننزل عليهم بالتدريج كده على الخليط بتاعي النشا وطبعاً إحنا هنا طبعاً انتعرفتوا إحنا عايزين نعمل إيه؟ عايزين نعمل سوس التومية اللذيز الأمر ده اللي احنا بنشتري من المحلات شايفين ما شاء الله القوام ده القوام اللي احنا محتاجينه واللون الأبيض الجميل اللي احنا بنشتري من بره هاخد بقى كده الخليط بتاع التومية ده وهحط بقى في أطباء كده وهاركنه على جنب واسيبه عشر دقيق لحد بس ما يبدأ يتقل معايا وده شكله بعد حوالي عشر دقيق ما شاء الله الخليط تقل معايا وانصحكم إن انتوا بعد كده ما تدخلوش التلاجة ألا بس لو انتوا محتاجين تحتفظوا به أطول فترة ممكنة علشان بس الخليط ما يتقلش معاكم أكتر من كده ما شاء الله كده الخليط بقى بتاع التومية جاهز معايا هاركنه بقى على جنب الحد ما بجهز العيش طبعا أي كمية عيش بتستخدميها أنا هنا استخدمت رغيف ونص هاخده بقى طبعا وهبدأ أطعه بالمقص بالحجم اللي انتوا شايفينه وبعد ما طبعا ما بقى أطعه بالحجم ده طبعا أنا زي ما قلت لكم أنا هنا استخدمت رغيف ونص وأي نوع عيش بقى هتستخدمي هينفع معاك في الوصفة دي هنجيب بعد كده طاصة على النار فيها مكعب من الزبدة وعلى نار عالية في الأول هبدأ بقى كده أخد العيش أحطه علشان عايزة أحمصه وهضيف عليه كمان رشة كده من الفلفل وهتديله تقليبة وبعد كده بقى هده النار واسيبه لحد ما يتحمص برحته كل خمس دقيق كده تديله تقليبة لحد ما تحسط انه ما تحمص معاك وجالك بالشكل ده هو كده خلاص العيش بقى جاهز معايا برضو هاخده كمان واركنه على جنب الحد ما بنجهز بقى آخر خطوة وهي الخطوة بتاعة الرز فبجيب حلة على النار أحط فيها كده عاولي تلات معالق كبار من الزبدة عليهم كده مكعب زغير من الزبدة واحط عليهم نص معلقة صغيرة من الكركم عليهم كده رشة صغيرة خالص من القرفة عليهم مكعب من المرأة وهقلب بقى البهورات دي مع الزيت كويس لحد ما تحسي كده ان البهورات بدأت تغلي معاك كده مع الزيت وكمان رحتها بدأت تظهر معنا هنضيف بعد كده كبايتين من الرز والرز اللي أنا استخدمته هنا هو الرز المصري طبعا غسلاهم صفية كويس هاخد بقى الرز كده واديله تشوحة حلوة كده مع الزيت كل ما تشوحيه أكتر كل ما النتيجة تجيلك في الآخر أفضل كبايتين الرز المصري بياخدوا بالزبط كبايتين من الميا وطبعا الميا اللي أنا استخدمتها هنا هي الميا لازم تكون سخنة وهديله كده تقليبة وعلى نار عالية هسيب بقى الرز لحد ما يبدأ يتشرم معايا بعد حوالي شوية كان خلاص الرز تشرم معايا بالشكل ده ههدي بقى النار شامعة وحط الشياطة واسيب بقى الرز لحد ما بيستوى برحته هنا خلاص كان الرز استوى معايا وجالي بالشكل ده لو لاحظته هتلاقوا ان الرز ما شاء الله مفلفل معايا مش معاجن خالص هنجيب بقى طبق التقديم كده ونبدأ بقى نحط فيه هنا الرز وطبعا انت هنا ممكن تستخدم الرز البسمتي بدل الرز المصري وطبعا بيبقى برضو جميل جدا وحلو قوي وطبعا انت هنا لو لاحظته ان احنا هنا هنعمل فتة الشاورم السوري بنشتريها من المحلات غرية جدا مع انها تتعامل في البيت في منتهى السهولة وبقال التكاليف ومش عايزة اي امكانيات خالص وطبعا هنا بعد ما حطينا الرز كده في طبق التقديم هنجيب بقى العيش المحمص وهنبدأ نوزعه كده على اطراف الطبق انا هنا بس بديكم افكار للتزيين والتزيين ده طبعا بيبقى على حسب رغبتكم وجبت كده بقى الشاورمة الشاورمة الفراخ بدأت كده احطها في نص الطبق بالزبط ونجيب بقى الصوس الطومية الامر الجميل ده وهنبدأ نوزعه بالشكل اللي انتوا شايفينه وعايز اقول لكم بجد صوس الطومية ده طعمه جميل جدا جدا احلى بكتير من اللي احنا بنشتريه من برا بصوا بقى يا جماعة على المنظر ده يعني بعد المنظر ده بقى ملاقيش كده الكومنتات كلها فيها تسلم ايدك يا اموليلي بصراحة حلوة جدا وبقالي الامكانيات تقدر تفرح اولادك وما تشتريش بقى اي حاجة تاني من برا لايك بقى لو عجبكم الفيديو ربنا يحسن ما بين ايديكم بالفة هانا وشفا